فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ماذا قال الله تبارك وتعالى يقول بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل بدى لهم أي ظهروا ما كانوا يخفون من قبل ما الذي كانوا يخفونه ما هذا الذي كان يخفونه قال بعض أهل كانوا يخفون تصديق النبي والمكابرة والعناد فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولهم فإنهم لا يكذبونك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أي يخفون في صدورهم أن النبي صادق ولكن يعلنون عدم تصديقه أو ما كانوا يخفون من قبل وهو صدهم للناس صدهم الأتباع لأن هؤلاء الرؤساء الكبراء كان يقول لهم محمد كاذب هذا ساحر هم يدرون أنه ليس بساحر وكانوا يحاولون أن يمنعوا عنهم الحق الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب هنا فيتبرؤون منهم يقول حن كنا نخفي عنكم صدقه لكن الآن ظهر أو أن هذه الآية في المنافقين مع أن السورة مكية لكن لا مانع لأنه تصرح لكل زمان ولكل مكان أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل أي بدى نفاقهم أو بدى قبيح فعلهم لأن الآن يساقون إلى النار فضحوا يوم الفضيحة بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ثم أكد الأمر بقوله وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَدْهِ وَإِنَّهُمْ لَكَارِبُونَ نحن دائما نسمع بعض أهل العلم أو الناس يقول ماذا يقول إن الله يعلم ما كان وَمَا يَكُونَ وَمَا سَيَكُونَ هذه أولا واضحة جدا ما كان في الماضي ما يكون اليوم ما سيكون غدا نسمع أحيانا البعض يقول وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ يعني وَالَّذِي لَا يَقَعَ لَوْ وَقَعَ كَيْفَ يَقَعَ الَّذِي لَا يَقَعَ لو وقع كيف يقع هنا هل سيرجعوا إلى الدنيا لن يرجع يا ليتنا نرد ما في مستحي ما تردوا ما في رده انتهى الأمر إذن لن يقع الله سبحانه يعلم ما سيكون لما لن يكون كيف سيكون سبحانه وتعالى يقول هم لن يرجعوا لكن لو رجعوا سيفعلون كذا ما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعني كاذبون في دعواهم طيب لو رجعهم الله إلى الدنيا مرة ثانية يردون يكفرون نفس الشيء طيب شافوا الأهوال طيب هم أصلا ما هم مكذفين للنقصة شافوا الآيات شافوا الآيات آيات كونية الآيات الشرعية واضح بس ألة واضحة جدا طيب يمكن يغيروا الرأي هم لا سيعودون إلى الدنيا ما يقول إحنا عشنا ستين سنة تسعة وخمسين أتوب خلنا نلعب عشت إذا وصل ستين يمكن مدد لي لا خلنا استمر على هذا يبل ما أموت بعدين ياها الموت فترة فجأة وامتع الأمر ولو ردوا العاد لما نهوا عنه لأن القلوب ليست نظيفة خبيثة وفي آذانهم وقر ثقل صمم وهنا في قوله يا ليتنا نرد قال بعض أهل عمنا ليت الأصل فيها تقول للمستحيل لكنها لا تقع فقط للمستحيل تقع للمستحيل وللبعيد ممكن تكون للبعيد وليس المستحيل فقط هنا مستحيل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا هذا مستحيل ما في رجعه ما في رجعه لكن ممكن تأتي ليلة ليت لي يعني البعيد وليس مستحيلا يعني مصورة المستحيل قلنا هذا مثل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب لن يعود الشباب مستحيل نعم تستخدم لكن تستخدم لغير المستحيل كما قال يعني أبو فراس الحمداني فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب هذا ليس مستحيل هذا ممكن مريم عليها السلام لما قات يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسي هذا ليس مستحيل أنا مت قبل هذا ومثل ما يقول الفقير أحيانا يا ليت لي مثل ما لفلان حتى أتصدق هذا ليس مستحيلا لكنه بعيد فليت تستخدم للمستحيل وتستخدم أيضا للبعيد فأنت إذا طلبت شيء لا تقول ليتك تفعل أو ليت هذا يقول أرجو رجاء أحسن من ليته لاتر ترجمة نانسي قنقر